شهادة المسيح لصلبه أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم ربنا يسوع المسيح هذا هو حديثنا في هذه الحلقة شهادة المسيح لصلبه وهذه المناسبة ولسيما في هذا الشهر نتذكر آلام وموت وقيامة وظهور ربنا يسوع المسيح فبحب أهنئ جميع المسيحيين سواء في التقويم الغربي أو الشرقي كل عام وأنتم بألف خير الشهادات التي تشهد عن صلب يسوع المسيح لا تعد ولا تحصى فمعظم صفحات الكتاب المقدس ولسيما في العهد الجديد تشهد لصلب المسيح وصعب أنك تقرأ العهد الجديد بدون ما تمر صفحة أو التانية إلا بشكل أو بآخر تتكلم عن صلب يسوع المسيح عدا عن الشهادات الكثيرة منها شهادة النبوات وهذه الشهادة مهمة جدا 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 نبوات العهد القديم التي تنبأت عن صلب المسيح بالتطقيق بالتفصيل ولا أقصد التكهن أو التخمين ولكن بتفاصيل دقيقة جدا حتى كانت النبوات عن التوقيت لصلب وموت يسوع المسيح وهذا موضوع تاني ممكن نتناوله مرة أخرى ثم شهادة الرموز في العهد القديم أو في العهد الجديد ترى رموز كثيرة التي تتكلم عن صلب وموت يسوع المسيح ثم شهادة الكنيسة الأولى الكنيسة الأولى قامت على أساس مهم جدا على أساس قيامة يسوع المسيح بعد تتميم خطة الفداء أي صلبه وموته وقيامته أيضا فالكنيسة كانت تشهد وكانت تضطهد من أجل هذه الرسالة ثم شهادة التلمود اليهودي وليس كل الشهادات شهادات إيجابية ولكن الشهادات تتكلم عن صلب واحد اسمه يسوع المسيح ثم ماذا عن شهادة المؤرخين المؤرخين من الأعداء ومن الأصدقاء أيضا إخوتي وأخواتي إن إنكار حقيقة صلب المسيح كما لو أراد شخص أن ينكر وجود الشمس المسيح لم يشك لحظة واحدة أنه قد جاء ليموت وبالحقيقة عندما نتكلم عن سر التجسد أن المسيح جاء بالجسد كل الغرض هو أن يقدم الفداء الكامل مع أن شخصية المسيح فريدة بكل معنى الكلمة لا يوجد له أي مثيل فهو واحد من نوع إذا تحدثنا عن معجزاته معجزاته خارقة جدا لم يفعلها أحد يكفي أن نقول حيث وجد يسوع وجدت المعجزة أي أنه بسلطان كلمته كان يجري المعجزة إذا تكلمنا عن تعليم المسيح الفريدة فتعليم المسيح تسمو على كل تعليم هذا الوجود كل العلماء كل الحكماء تفوقت على الحكماء الشرقيون وعلى أيضا الفلاسفة مثل سقراط وأفلاطون فتعليم المسيح فريدة متميزة جدا وكانت أيضا لخير البشرية ثم إذا تكلمنا عن حياة يسوع المسيح الأخلاقية فلا توجد فيه أي خطية فالمسيح كامل بكل معنى الكلمة ومن أجل هذا إذا المسيح الطاهر اتنبأ وتكلم عن صلبه فإنكار الصلب كأنك تنكر وجود الشمس في السماء لم يشك لحظة واحدة أن المسيح أنه جاء من أجل هذا الغرض كان المسيح متيقن من هويته ومن هدف إرساليته بل رسالته أيضا كان متأكد ومتيقن بل تكلم مرارا وتكرارا عن الهدف وسبب مجيء هذا الهدف هو أن يذهب إلى أرشاليم يتألم ويصلب ويموت ويقوم في اليوم الثالث سأعود إخوتي وأخواتي لكي أتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل ترجمة نانسي قنقر